أذهب إلى الضيفي لهذا اليوم السيد علي التميمي الخبير القانوني مرحبا بك أستاذ علي في برنامج بالمباشر هل كانت تحدثنا عن دور القضاء وما استر بأن يكون القضاء العراقي اليوم هو دائما صمام الأمان للبلد نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكي أستاذ خمال وستاذ المشاهدين طبعا على مدار التاريخ كان القضاء العراقي دائما هو صمام الأمان وهو الملاذ الأخير الذي يلوذ به الناس للحصول على حقوقهم عندما تكون هناك خصومات عندما تكون هناك أمور قد تكون صعبة الحل لهذا تجدين أنه القضاء العراقي دائما يمتاز بالتدرجية يعني ليس قرارات فردية تصدر من محكمة واحدة خذي مثلا محكمة التحقيق عندما تصدر قرار هناك يعني تمييز أمام محكمة الجنايات وهناك بعد ذلك محكمة التمييز ثم تصحيح القرار ثم إعادة المحاكمة يعني تدرجية وهي ضمانات المتهم في التحقيق أيضا تجدين ضمانات ينطبق عليها القانون الدولي العلال عالمي لحقوق الإنسان مثاق العهد الدولي كذلك الالتزام بالدستور العراقي طبعا القضاء العراقي أيضا يعني القاضي عندما يتخرج من المحهد القضائي وهي سنتين بعد الكلية كلية القانون يدرس كافة الأمور الفقهية الأمور اللي تخص عمل القضاء يدرس التاريخ يدرس الفلسفة علم النفس لهذا يقولون القاضي كل قاضي فقيه لكن ليس كل فقيه قاضي والقاضي هو فقيه الفقهاء والقاضي أيضا هو يعني يمتاز بسعة الصدر يمتاز بسعة الأفق يعني قراراته تصدر عن أريحية طبعا في كافة المحاكم سواء كانت محاكم الجنايات محاكم الجناح محاكم الأحوال الشخصية البداية كل المحاكم هي تمتاز بهذه الصفات والتدرجية إضافة إلى ذلك للعفو نعم تفضل إضافة إلى إضافة أستاذ خمائل إلى ذلك يعني هناك من يساعد القاضي في عمله خلينا أخذ مثلا قضاة التحقيق وهي يعني أكثر الأمور تماثا ربما مع الناس يعني هناك ما يسمون بأعضاء الضبط القضائي اللي هم المحققين ضباط الشرطة المحققين القضائيين يعني بقية أعضاء الضبط القضائي اللي نص عليهم قانون وصول محاكمات جزائية هم مساعدين للقاضي في إكمال التحقيقات وفي إصدار القرارات نقطة مهمة أيضا أن هناك جهاز يسمى جهاز الإدعاء العام هو يراقب هذه القرارات ويصادق عليها ومن حق أن يطعم فيها لهذا الضمانات كلها في القضاء العراقي القضاات يسمونهم أيضا قلوب الله في الأرض نعم نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر